مرحبا يا خامس كيف حالكم شو اخباركم اليوم ان شاء الله بنا نكمل عن مساحة المثلاث بس قبل ما نحكي عن مساحة المثلاث وشو القانون اللي اتبعنا من خلال الفيديو اللي بعتلكم اياه عن طريق اليوتيوب الاشتازي اللي شرحه اول اشي بدي اراجعك برأس المثلاث وبيدي اراجعك بالارتفاع وبينا نعرف القاعدة طب لو اجينا لهذا المثلاث هاي انا عندي مثلاث وحكيت لك بدي اطلع الرأس بدي اطلع القاعدة وبيدي اطلع الارتفاع هلا حكيت لك الخط المتقطع الي بيعمل زاوية قائمة هذا بسميه ارتفاع شو بسميه ارتفاع والنقطة الي بيطلع منها الخط هذا اسمه رأس المثلاث شو اسمه رأس المثلاث والضلع الذي يسقط عليه الارتفاع بسميه قاعدة ماشي 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 طيب اجي له هذا المثلاث بالله اطلعوا لي على هذا المثلث كتير منيه هذا المثلث شو نوعه من الزوايا عبارة عن مثلث قائم الزاوية هلا بيحكي لك هذا مثلث القائم الزاوية كان عبارة عن مثلث عادي اسقط عليه عمود عبارة عن مثلث عادي اي مثلث واسقط عليه عمود او عملت عمود عشان اخليه ارتفاع طيب اذا بناء على شو كان وشو صار وين صارت القاعدة وين صارت الارتفاع شيفين الخط من هون اللي هون في مثلث قائم الزاوية هذا اسمه ارتفاع اسمه ارتفاع واللي على الارض من هون اسمه قاعدة شو اسمه قاعدة اذا مثلث قائم الزاوية باختصار كان اصله مثلث وانا اسمته من النص هون رح يكون عند الارتفاع هون رح يكون عند القاعدة ازل قانون مساحة المثلث هي عبارة عن نص ثابتة ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع اذا مساحة المثلث عبارة عن نص ثابتة ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع اذا بهمني اعرف القاعدة وبهمني اعرف الارتفاع نجي مع بعض هذه عندي مثلة ثلاث سنتيمتر ثلاث سنتيمتر اثنين سنتيمتر اربع سنتيمتر اثنين سنتيمتر بحكي لك جد مساحة المثلث ثابتة اول شيء يريدك تحدد لي وين القاعدة وين الارتفاع اسهل شيء الارتفاع هو عبارة عن الخط المتقطع حتى لو ما كان متقطع المهم بيجي من الرأس بيعمل لزاوية قائمة اذا هذا الخط المتقطع اسمه ارتفاع والخط اللي اجعله الخط المتقطع اسمه قاعدة طب شو قانون مساحة المثلث تحفظ زي اسمك عبارة عن نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع النص ثابت بنزلها زي اسمه ضرب كم طول القاعدة اربع كم طول القاعدة اربع ضرب كم الارتفاع اثنين كم الارتفاع اثنين عشان هيك حكيت لك حدد لي وين القاعدة وين الارتفاع لانا اطلع معطيك كل اطول الاضلع طب هلا كيف بدي احيل اعتبرها شغلة مصاري انتو يا خامس صلاة النبي بالمصاري اشتر من عشرة اشتر مني ومن عشرة غير اول اشي ببلش شون نص الاربع يعني ماما اعطتك اربع دنانير ادي نصها هي دينارين وبنزل ضرب اثنين اذا اعيدها نص الاربع اثنين نص الاربع دنانير اثنين ضرب اثنين وتساوي اربع ادي وحدة قياس المساحة اجي انا القاعدة والارتفاعي بايش قاسم بالسانتيمتر هلا بالمساحة حكينا الوحدة عبارة عن مربع عبارة عن ايش مربع يعني اربع سانتيمتر مربع اربع سانتيمتر مربع اشتركوا في القناة